نظام طالبان يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاعتراف به ولكنه في الوقت نفسه يعمل ضد القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هذا ما أكدته الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا في الإحاطة التي قدمتها في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن أفغانستان يضيف الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة إلى القيود السابقة التي فرضها النظام على النساء والفتيات الأفغانيات والذي يحد من حركتهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية العامة يجب على سلطات طالبان إلغاء هذا الحظر لتمكين الأمم المتحدة من مواصلة دعمها الكامل بشعب أفغانستان بدورها أدانت الولايات المتحدة القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات ووصفتها بغير المبررة داعية نظام طالبان للتراجع الفوري عنها وإلغائها بشكل تام إن شعب أفغانستان لا يستحق تحمل المزيد من المعاناة الناتج عن قرارات طالبان وسياساتها المشحفة لذا نحن ندعم نهجا يقوم على مبادئ تعطي الأولوية لعدم التمييز وإدماج النساء والفتيات الأفغانيات مع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم وتأكيد حصولهم على المساعدات والدعم الذي يحتاجن له هذه القيود الخطيرة التي تفرضها طالبان تتطلب ردا قويا من الدول المجاورة لأفغانستان وبقية المجتمع الدولي أعضاء المجلس جددوا دعوتهم لنظام طالبان إلى الامتفال للقرار 2681 الصادر في 27 أبريل والذي كان ضمن بنوده المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى موظفي الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى الناشطة في البلاد ليتمكنوا من القيام بعملهم الإنساني وفقا للتحديث الإنساني الأخير الصادر عن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية خلال شهر مايو بشأن أفغانستان تشهد البلاد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويشير التقرير أيضا إلى التزايد المقلق في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة مقارنة بالأعداد التي سجلت في بداية العام توني نداف مقر الأمم المتحدة نيويورك توني نداف مقر الأمم المتحدة نزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل